موسيقى وساطة الجنوب تعلن التوصل لاتفاق بين الأطراف السودانية وترقب الإطلاق المعتقلين موقع تعقب يفضح زيف الرواية الإيرانية حول ناقلة الفيتنامية وتكشف رفض الصين لنفطها المبعوث الأمريكي لليمن يقول إن أفضل دور لإيران هو إنهاء تدخلها في اليمن الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي استكمل وبغداد تعلن أن نهاية العام ستشهد خلوها من أي قوات قتالية أجنبية أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة الإخبارية كشف مستشر رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك عن التوصل لاتفاق بين أطراف الأزمة في السودان يتوقع الإعلان عنه اليوم وفي تصريحات لصحيفة السوداني أوضح قلواك أنه لم يتم الحديث عن العودة لما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر ولكن هناك تقارب للرؤى بين الطرفين كما كشف أن القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه وافق على الإفراج عن بعض المعتقلين اليوم وكشف قلواك عن احتمالية عقد لقاء يجمع رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك وقائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان لبحث حل الأزمة السياسية في السودان ومناقشتها بكل وضوح نحن نعجينا المسألة بتعمل المتقلين السياسين والحميس الغائر الام وافق لحن يفق كل المتقلين السياسين جوثوا منه وجوثنا يفق مرحلة تاني ونحن نواصل اليوم مع كل الغائر الام نواصل مع دكتور عبد الله لقاشر نظر ممكن نلهز مع بعض في جرسة واحدة وننعجي كل غضايا باوذورنا باوذور الوسادة نحن معداج نواصل لحل القضية السودانية ما في نهاية بياضة لكل حياة طوال حان الدين قاد جوث الشرقاء وبعد ذلك يتم سرقاءه لكي الناس يفشي في خط جديد في خط الجديد وفي تفاقيات جداد ويكون الناس وصل فيه لتفاهمات بين الغواد السياسية وغول أسكرية لكي يقدر يقود البلد وأضاف توث كولواكا مستشار رئيس دولة جنوب السودان أن اتفاقية جبل السلام لم تنص على تعيين كفاءات في مناصب أطراف الحركات المسلحة الموقعة أطراف السلام نجيزة باتفاقية ما مربوط في تعيين الكفاءات ده تخصصي براو السلام بازاتو بتعقون موقعو حاسي موجي باتفاقية بين الوقومة وطراف السلام وقفاءات يبقى من أمناس السودان غير العذاب وده بعدين نتفق فيه دروية وده برامج بأطراف القيادات منك يتفق فيه كيف المعالجات لكل مشاكل موجود في السياسية وما فيها نتفق لحنا ده كل جوس من الحل المشاكل نحن وصلنا لاتفاق ولو كل السرعات زعناه كل حيان منك يتساح شهدت الأوضاع الأمنية في السودان هدوءا نسبيا مع اختفاء بعض المظاهر العسكرية في شوارع العاصمة الخرطوم بشكل ملحوظ فيما دخل انقطاع الانترنت في البلاد يومه الحادي عشر وفي سياق متصل تواصل العصيان المدني بعدد من المؤسسات كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن عدم تنفيذ قرار بدء الدراسة بالعاصمة يوم الأحد المقبل ودعت في بيانها أولياء الأمور إلى عدم إرسال الطلاب إلى المدارس قائلة إن الأوضاع لا تزال خطيرة من الخرطوم ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمار عوض أهلا بك معنا سيد عمار بداية أريد أن أسألك هل تم الإفراج عن المعتقلين السياسيين أو الوزراء في الحكومة السابقة أم حتى الآن ما زالت مجرد أخبار لا حتى الآن ما زالت مجرد أخبار لكن في قضون الساعات الغادمة وفي قضون قبل نهاية هذا اليوم سيكون الشعب السوداني عالم الذين سيخرجوا من المعتقل أو مكان التوقيف لممارسة حياتهم بشكل طبيعي هناك جزء على حسب المعلومات التي نستقيها من هنا وهناك من الوساطة من الأطراف الأزمة السودانية سيكون هناك عدد من المعتقلين سيغادروا عدد من المعتقلين الذين يمكن أن تكون حولهم تحقيقات جنائية أو يتم تقديمهم لدائرة التحقيقات الجنائية إذا كانوا هناك أي اتهامات أو هناك أي أشياء من هذا القبيل لكن الذين سيخرجوا سيعودوا للحياة السياسية وإن شاء الله سيد عمار الآن السودان يشهد العديد من الوساطات اسمعني سيد عمار طيب في السودان في العديد من الوساطات الآن سواء الوساطة الإفريقية أيضا الوساطة الإقليمية ما هو القاسم المشترك بين كل هذه الوساطات القاسم المشترك هو السودان الحرص على السودان حرص على الانتقال الديمغراطي المستمر الموجود فيك السودان هناك أيضا في الشارع السوداني نحن نلحظ باهتمام أنه عدد كبير من الناس يتساءل إلى أين سيتجه السودان ليس هناك حكومة حتى الآن في السودان ليس هناك سلطات ليس هناك هياكل للحكم هذه أمر مغلق خاصة في بلد مثل السودان فيه إشكالات كبيرة جدا جدا إشكالات أمنية إشكالات اقتصادية تأثر بدول الجوار غيرها من الأمور بالتالي أنا أعتقد ربما على حسب المصادر في خلال هذا اليوم أو المساء أو الصبح سيكون هناك في مجلس السيادة الجديد مجلس السيادة الجديد سيكون فيه على حسب المصادر خمسة من المدنيين وسيكون هناك خمسة من العسكريين والشخصية المستغلة ما زالت المشاورات مستمرة على حسب ما نعلم من الوساطة ومن طرفي الأزمة أن هناك سيتم من المتوقع أن يتم تعيين خمسة يمثلون أغاليم السودان المختلفة على أن يكون هؤلاء ليسوا سياسيين كانت هناك أزمة في الدولة السودانية تتعلق بأن هناك إشكالية في مسألة المحاسسات الحزبية ألغت بظلالة على المشهد لأن السياسة دائما يكون فيها اختلاف النظر ووجهات الراي وهكذا من الأمور ولكن عندما تكون لديك حكومة تكنغراض حكومة مهنية وهذه الحكومة تراعي مصالح الشعب السوداني وبالتالي السياسيين يمكن أن يكون دورهم في إسراء الحياة السياسية المؤتمرات العامة التحضير للإنخابات حسب ما نعلم حضرتك ما ذكرت فيما يخص المجلس السيادي أو تشكيلة المجلس السيادي المرتقبة ولكن هل الدكتور عبدالله حمدوك هو من سيكون رئيس الوزراء أم هناك أسماء أخرى متداولة في السحة السياسية الأمور في السودان مفتوحة على كل الاحتمالات في تقديري الشخصي بالرجوع إلى بيان الأمم الدول الأربعة هو يتحدث على أن استعادة المؤسسات ترجع لمزيد من الحوار أيضا يتحدث البيان على أن هناك شخصية أن تقود الحكومة أن تكون حكومة مدنية بقيادة مدنية لكن ما أهمله كاتب البيان لا أعرف هل هذا عمدا أو هو يرسل إشارة إلى السودان لا أفهم هو يقول حكومة بقيادة مدنية لم يتبعها بحكومة تقودها مثلا قوى الثورة لم يقول حكومة مدنية تقودها الحرية والتغيير لم يقول حكومة مدنية يقودها رئيس الوزراء بالتالي الخيارات ستكون لدى رئيس الوزراء نفسه ولا ولدى الشعب السوداني لتقبل كل الاحتمالات التي يمكن أن تريد فبالتالي أنا إذا كانت لدي مناشدة في هذا الأمر فأنا أعتقد أنه على السودانيين جميعا التنازل من المسائل التي يمكن أن تنصف بأنها ضيقة من كل الطرفين ووضع مصلحة السودان هي العليا حتى لا يتعرض لأي إشكالات إذا كانت إشكالات تتعلق بالعقوبات أو إشكالات تتعلق بأي أمر آخر سيد عمار كل التصريحات تقول بأن الجيش لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر ومقابل ذلك هناك حديث بأنه لا بد أن يكون الدكتور عبدالله حمدوك هو من يرأس الوزراء لأنه هناك إجماع على تواجده والدكتور عبدالله حمدوك لدي عدد من الشروط وأهمها العودة للوثيقة الدستورية معنى ذلك العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر نقاط التلاقي بين المكون المدني وأتحدث هنا عن الدكتور عبدالله حمدوك مع الفريق عبدالفتاح البرهال ما هي نقطة التلاقي للخروج من هذه الأزمة؟ بالنسبة لي طبعا لست مطلع على الاتصالات التي تتم بين الأطراف لكن دعيني أوضح نقطة ربما تكون مفيدة لأهلنا السودانين فيما يتعلق بك العودة لما قبل 25 أكتوبر العودة لما قبل 25 أكتوبر هناك عودة سياسية أي أنك تعود للوضع السياسي الوضع السياسي الذي كان فيه هو الحرية والتغيير في الحكومة وكان فيه الحرية وتغيير محتصمة أمام الغزر وكان فيه إشكالات سياسية متعلقة بشرق السودان ومطالب بعضها يتعلق بالشرق وبعضها يتعلق هذا هو الوضع السياسي هل السودانيين يريدوا العودة لهذا الوضع السياسي أم يريدوا العودة للهياكل والمؤسسات والدستور أنا أعتقد أنه في الفترة القادمة الشعب السوداني هذه فترة حرجة في تاريخ السودان حتى نحن بالنسبة لنا نشعر كأننا نسير في الشوق على السودانيين هم الذين سيمتلكون الغرار على السودانيين تقييم كل المآلات تقييم المآلات إذا كانت هي كما قال كاميرون هيدسون إذا كان السودانيين يريدون التوقف عن طريق المساعدات وغيرها سيمكن أن يسلكوا طريق التوقف عن المساعدات إما إذا كان السودانيين يريدون المواصلة الحياء بوضعها الموجود الآن والكلفة ما هي الكلفة لو فعلنا ذلك وما هي الكلفة لو فعلنا ذلك هل سيتعرض وطننا لهذات هل يمكن أن نحصل لذلك حتى في العمل السلمي الجماهيري يجب أن تستمر هذه الصورة في العمل السلمي الجماهيري مواكب تمضي وتعود دون أن تعترض على حرية الآخرين ودون أن تفرض رأيا على الآخرين أيضا ودون أن تحرم الآخرين من التعبير عن رأيهم هذه مرحلة الساسة الغرار فيها للسودانيين فقط لكن دعيني أقول نقطة واحدة وهي متتعلقة أعتقد أن السودانيين هذه المعلومة هذه المعلومة مهمة للسودانيين عندما يتم تشكيل مجلس السيادة من المدنين ومن العسكريين بشكله الجديد حالما انتهت المشاورات في الشخصيات التي ستأتي تمثل شمال السودان شرق السودان جنوب السودان الجديد الوسط غيرها هذه الخمسة أغاليم سيتمع هؤلاء للبحث في مسألة رئيس الوزراء وتعيين كرئيس الوزراء بعد ذلك لكن في الأسبوع الغادم أعتقد بلادنا ستكون بحكومة شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات من الخرطوم الكاتب الصحفي عمار عوض شكرا لك نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل إسرائيل تحذر من خطورة العربدة الإيرانية في المياه الإقليمية كثفت الأحزاب الشيعية العراقية من اجتماعاتها للرد على شروط زعيم التيار صدري مقتدى الصدر العراق يقترب من مليوني إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد ورئيس الوزراء يؤكد خطورة الوضع الصحي واتهم الكاظ من جهات لم يسميها بالسعي لخلق شرخ اجتماعي وإحداث فتنة طائفية قبل أيام مقتل ثمانية أشخاص في قصف تركي لمستشفى في سنجار اليوم الحديث عن مقتل عراقيا يبدو أن السلطات التركية دائما ما تستغل الوضع السياسي العراقي هم يقتلون الكرد في العراق وفي التركية وثم يدعون نحن الكرد هل هناك الفتاح حول هذين الشرطين؟ هل تعتقدون أن التأجيل بات أقرب الآن؟ هنالك حدود انخفضت وهنالك حدود ارتفعت تتهم بغداد بأنها تمول وتدعم حزب العم الكرد الساني مع أن ما يجري في سنجار مختلف لا أحد يشعر بالقلق أكثر من شعب العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد شككت شركة تانكر تراكر الأمريكية المختصة بتتبع الملاحات البحرية بالرواية الإيرانية بخصوص ناقلة الفيتنامية سويتس وكشفت من خلال دراستها في بيانات نظام تحديد الهوية إلى أن سويتس غادرت الشرق الأوسط في يونيوم محملة ب700 ألف برميل من النفط الإيراني وبعد ذلك أمضت نحو ستة أسابيع قبالة السواحل الصينية لدخول ميناء لونغل لكن لم يسمح لها بالدخور ربما بسبب العقوبات المفروضة على طهران ثم اضطرت الناقلة سويتس لعودة أدراجها بشحنتها النفطية ولم يكن أمامها وجهة سوى ميناء بندر عباس للتوجه إليه ورجحت الشركة أن العمل حاليا جار على نقل هذه الشحنة النفطية من سويتس إلى ناقلة أخرى تحمل عالم إيران مشاهدين في الأثناء اعتبرت صحيفة جوراليزم بوست ماجرى في خليج عمان لعبة إيران الخطيرة في خليج عمان وارتكزت على تقارير حديثة تفيد بأن إيران تحاول تجديد صادرات النفط إلى دول مختلفة مثل الصين متجاهلة العقوبات الأمريكية ولم تستبعد جوراليزم بوست أن تسوء الأوضاع أكثر بين طهران وواشنطن خلال هذه المحاولات وأوضحت الصحيفة أن طهران تنظر إلى خليج عمان على أنها فناء خلفي لها وتحب أن تتبهى بقدرتها على مضايقة الولايات المتحدة هناك ومن غير المنطلق تسعى إيران إلى زيادة قدرتها البحرية باستخدامها طائرات دون طيار وقوارب سريعة ما يفاقم الأوضاع في خليج عمان لكن الخطر بحسب الصحيفة يكمن في أن التوترات الآن بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تعني أن أحد هذه الحوادث قد يخرج عن نطاق السيطرة وخلصت الصحيفة إلى أن طهران تريد اختبار تصميم الولايات المتحدة فقد يصبح الحادث مجرد قصة عابرة أو يتطور إلى نتائج سيعة لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية أهلا بك معنا دكتور دكتور يعني بعد أن ضحضت هذه الرواية الإيرانية حول ناقلة النفط وخرجت البيانات التي تؤكد بأن هناك رواية أصح مما ذكرته إيران وبعدها بساعات سمعنا بأن إيران تقبل بالعودة إلى طاولة المفاوضات في بينا ماذا نفهم من مثل هذه الخطوة يعني لماذا إذا بادرت بهذه الرواية المزيفة كما يدعي البعض ومن ثم تعود إلى طاولة المفاوضات كيف سيخدمها ذلك في المفاوضات تهياتي إليك وإلى مشاهدي الحدث على الأعزاء سيدتي لقد قلت بعد إعلان عن ذلك بأن من جمهورية الكذب من جمهورية الكذبين هل تتوقعون الرواية صحيحة؟ عبدا قوات الحرس البحرية كانت تجري مناورات في هذا المنطقة فبعد ذلك اختلقوا رواية خيالية عن نزول قوات كوماندوس على متن السفين النقلة فروايات يعني فقط استماء إلى تلفزيون الإيراني إلى وسائل النقل الإيراني وسائل العالم تصير يعني إعجاب كيف هذا النظام القوي تستطيع التنذل قواتها فوق ناقلة والمدمرة الأمريكية بجوارها كل ذلك من أجل إرسال رسالات رسال معينة إلى الداخل الشعب الإيراني يعرف هذا النظام نظام آجز إسرائيل تمكنت من تدفق بنزين من إيسال البنزين إلى زبائن محطات البنزين بشكل فجيء جدا فهذا النظام دائما يدقي بأنه قادر على تدمير إمهاء إسرائيل من الوجود قادر على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أعتقد بأن ما جرى في بحر أمان ألم النظام بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ولاية المتحدة الأمريكية في بداية هوك جو بايدن بل جو بايدن تحت الزقط الكونغرس والإدارة الأمريكية والرأي الآمن الأمريكي مستر للقيام بأمال بأنشتة زد هذا النظام لإفهام الرسالة أما مباهصات وتوقيع الاتفاقية وإلا فأن الولايات المستعدة لفرز أقوبات أكثر شدة وتشددا على النظام الإيراني طيب ما هو المتوقع إذن بعد هذه الرواية التي تريد إيران أن تخدمها في الداخل الإيراني أن نلاحظه في المباحثات المقبلة هل ستلتزم إيران ببنود الاتفاق النووي وتخفض من عملية تخصيب اليورانيوم أم ستكون هناك حركات استفزازية للولايات المتحدة مما يعزز فرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها أولا دعني أقول بفضل شبكة العربية والحدث و شبكة إيران الانترنشنل و إيران فردا و شبكات الفزائية الفارسية فأنشار الإيراني على علم و معرفة كاملة بما جرى و بما يجري هذا أولا ثانيا النظام الإيراني وصل إلى قناة بأنه لا مفر يجب أن يذهب مندوبه إلى فيانا و يجلس و يتباهس و يتفاوز للتوصل إلى اتفاق ما ما في هناك خيار آخر ليس هناك أي مجال للمماطلة أقول لكم السيد خامني قرر المماطلة و ذلك من أجل إفساه المجال أمام خبرائهم و ألمائهم ليأتي واحد منهم يوما ما و يقولون للولي الفقه بفضل دعائكم و دعم إمام الزمان نجحنا في إنتاج أول غنبلة ذرية شئية إسلامية هكذا كانوا متوقعون ولكن لم يحصل ذلك و هم لا يذال به حاجة إلى ستة عشقر أو سنة لإنتاج الغنبلة الذرية والولايات المتحدة الأمركية تدرك ذلك و إسرائيل تعرف ذلك و دول المنطقة على إن بذلك فصار هناك زقوط كثيرة جدا و حتى دول الأوروبية نسهت الجمهورية الإسلامية بقبول مبدأ التفاوز بدلا من الزحاب إلى مجهول لأنهم إذن لا يعرفون ماذا سيخصل أما من جانب إسرائيل و من جانب الولايات المتحدة فلذلك هم يذهبون إلى مفاوزات ولكن لست متفائلا بتوسلهم إلى ما يريدون وأعتقد بأن الاتفاقية الجديدة سوف تفرز عليهم و عليهم القبول أولا بمبدأ توقف أنشطة نوابية غير مجازة غير مبررة و غير مشروعة فأيزا إطالة أمد الاتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يكون أمر الاتفاقية حتى آم 35 ربما هناك تفاوز بشأن تقليل و خفص هذه المدة إلى آم 2030 أو بهذا التاريخ طيب بس بهذا التاريخ تكسد بأنهم يلتزمون باتفاقية 2015 والاتفاقية الجديدة باختصار لو سمحت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بأنها يريد تعديل في اتفاقية 2015 يعني هناك تعديلات بلا عدنة شك تعديلات من أجل تمئلة المجتمع الدولي بأن إيران لن تؤود إلى برامجة شكرا جزيلا من لندن الدكتور علي نوري زادة رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن إيران تقلص قواتها في سوريا وتعزز الميليشيات التابعة لها وأن تعداد ميليشيات إيران في سوريا بلغ نحو 22 ألف مقاتل كما أن النظام الإيراني كثف محاولات إدخال وتهريب أسلحة نوعية لسوريا ولميليشيات حزب الله المصادر أكدت أن إسرائيل مستمرة بشن غارة متعاقبة على أهداف في سوريا من بينها شحنة أسلحة وكشفت نشر منطاد في المنطقة الشمالية لرصد إطلاق الصواريخ والمسيرات من الجبهتين الشمالية والشرقية هذا وبدأت إسرائيل مناورات تحاكي حربا متعددة الجبهات على الجبهة الشمالية لشهر حست تتضمن المناورات استدعاء 22 ألف جندي احتياطة ويرجح سيناريو الحرب الإسرائيلي إطلق ميليشيا حزب الله نحو 2500 صاروخ يوميا هذا وبدأت إسرائيل بتحصين البيوت في المستوطنات على حدود لبنان لمواجهة القصفة من منطقة طبريا ينضم إلينا مرسل الحدثة زياد حلبي أهلا بك معنا زياد نريد أن نعرف منك كيف تبدو الأجواء هناك تفضل إسرائيل بالفعل تقوم بمناورة على الجبهة الشمالية تحديدا تنتد شهرا اللافت فيها ربما هو استدعاء الاحتياط نحو 22 ألفا من جنود الاحتياط يشاركون في هذه المناورات القتالية في الجبهة الشمالية السيناريو هو أن الحرب تندلع مع حزب الله وتتطور سريعا إلى حرب متعددة الجبهات بمعنى إطلاق صواريخ ومسيرات من سوريا والعراق ولبنان وقطاع غزة في الوقت ذاته ما يعني بأن هناك استهداف ضخم جدا للعمق الإسرائيلي والسيناريو بالفعل يتحدث عن نحو 2500 صاروخ يطلقها حزب الله يوميا على المستوطنات الإسرائيلية بالإضافة إلى محاولات التسلل والسيطرة على مستوطنات أو على ثكانات عسكرية لهذا أيضا تقوم إسرائيل بشكل متسارع الآن ببناء الجدار العازل بدلا من السياج المتهالك في بعض النقاط الحساسة مثل مستوطنة الامطلة مثلا على الحدود مع لبنان اللافت أيضا بأن ذلك يعقب منورات طوارئ للجبهة الداخلية أي للمدنيين في إسرائيل جرى بالأمس عمليا إطلاق صفارات الإنذار في جميع المناطق الإسرائيلية وطلب من السكان الذهاب إلى الملاجئ في محاولة لفهم أنه في حال طوارئ كيف يكون السلوك على الأرض بمعنى هناك محاولة للتدرب على حرب شاملة في كل الجبهات وعمليا في كل الأماكن برا بحرا وجوا هناك الآن خلط ما بين المعطيات العملاتية على الأرض بمعنى التوتر على الجبهة الشمالية لجهة استمرار الغارات الإسرائيلية والتوقعات بأن تستمر بالفعل في الأيام والأسابيع المقبلة وربما أيضا التدرب عملاتيا لسيناريو حرب محتملة لا أحد يعرف متى يمكن أن تندلع وبالإضافة إلى ذلك يرى المراقبون بأن هناك رسالة أيضا سياسية من وراء هذا الموضوع ليس للإيرانيين ربما بقدر الأمريكيين في هذه المرحلة بمعنى الضغط على القرار الأمريكي في المفاوضات مع إيران لجهة الاتفاق النووي بعمليا حراك تجاه خيار عسكري ما ضد إيران بما أنك تطرقت إلى هذه النقطة زياد من الخيارات المطروحة الآن في البيت الأبيض خطة ألف وخطبة خطبة تشارك بها إسرائيل وهي أن لا تستبعد التحرك العسكري هل هذه المناورات بما أنه منها رسالة للضغط على واشنطن ممكن أن تتحرك إسرائيل منفردة بعيدة عن القرار الأمريكي لردع إيران إن لم تستجب في المفاوضات مثلا؟ صعب جدا أن تتحرك حكومة بنيت تحديدا ضد رغبة إدارة بايدن فيما يتعلق بالإيرانيين إسرائيل تدرك إلى حد القناعة الآن بأن لا خيار عسكري أمريكي يعني الأمريكيون ربما يلمحون إلى وجود خيار كهذا هناك قدرة أمريكية على تنفيذ هذا الخيار هناك ربما تهديد إسرائيلي بأن إسرائيل قد تلجأ إلى هذا الخيار فقط في حال واحدة عندما تتيقن من أن إيران قطعت نقطة لعودة تجاه القنبلة النووية عملتيا الآن تفصلنا عن هذا الموضوع نحو سنتين ولهذا لا أحد يتوقع أن تنطلق طائرات إسرائيلية في وقت قريب لضرب منشآت إيران النووية ولا أن تفعل ذلك الولايات المتحدة مشكلة إسرائيل في الاتصالات مع الأمريكيين بأن الولايات المتحدة عمليا حتى لا تهدد بشكل واضح بخيار عسكري إسرائيل تحاول أن تقنعها بأن عليها أن تضع هذا الخيار على الطاولة ضغطا على الإيرانيين حتى أن الإسرائيليين ينتقدون السلوك الأمريكي حتى في سوريا إسرائيل تقول بأن أحجام أمريكا عن الرد على استهداف التنف قاعدة التنف العسكرية بمسيرات إيرانية وصواريخ أطلقت من العراق عمليا يشجع إيران على استمرار الاستهداف بواسطة هذه المسيرات أيضا لإسرائيل نعم شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من منطقة طبريا كان معنا مرسل الحدث زياد حلبي شكرا زياد وفيما تجدد توتر في مياه المنطقة بين إيران والولايات المتحدة يرى مراقبون أن توقيت إعلان طهران لهذا الحادث ما هو إلا تغطية لإعلان عودتها إلى مفاوضات فيينا وبالتزام رحبت الخارجية الأمريكية باستئناف مفاوضات العودة للاتفاق النووي في 29 من نوفمبر الحالي مؤكدة أن الاتفاق وارد إذا كانت إيران جدة ترجمة نانسي قنقر من جهته قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لن تترك طاولة المفاوضات النووية في فيينا مع الدول الكبرى وأضاف رئيسي أن المفاوضين سيعملون على رفع العقوبات عن الإيرانيين أو تحييدها مشاهدين هذا نشير إلى هذا العجل فيما يخص الشأن السوداني هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي والبرهان عبد الفتاح عبد الفتاح البرهان سيتم هذا الاتصال مساء اليوم بالطبع سنوفيكم بالتفاصيل ومتابعة ماذا سيجري في هذه المكالمة الهاتفية طبعا في ظل كل الدعوات لعودة السلطة المدنية للحكمة في السودان نعود إلى سياق هذه النشرة يواصل النظام الإيراني ملاحقته للناشطين وعائلاتهم حيث أفادت وكالة الأنباء باعتقال جوهر عشقي وسحر بهشتي والدة وشقيقة المدونة المقتول ستار بهشتي مساء أمس الأربعاء وبحسب مؤسسة ستار بهشتي فإن مصطفى إسلامي زوج سحر بهشتي قد تعرض أيضا للضرب والاعتقال بعد احتجاج على سلوك قوات الأمنة اشتركوا في القناة وفيما يواصل النظام الإيراني ملاحقة الناشطين حصلت شبكة راديو فردة على وثائق تكشف معاناة السجناء في سجن إيفين الإيراني وأضافت أنها حصلت على هذه الوثائق المسربة من مجموعة قراصنة انترنت تطلق على نفسها اسم عدالة علي هذه الساعة مستمرة معكم وفيها بعض الفاصل صباح فخري الذي غنى درب حلب ومشيته يعبر الدرب للمرة الأخيرة قد تهدأ الأحداث قليلا هما تفاجئون إقاع يتسارع ويطباط لكنه لا يتوقع كل ما يحدث من حولنا ويؤثر علينا من قلب الحدث عبر شبكة من المراسلين حول العالم مع أهم المحللين والمختصين بالشأن العربي والعالمية دراسة وتحليل موضعي لأهم أحداث اليوم الأخبار الليلة يوميا الخامسة مساء لتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويأتي لدعم القوات الحكومية والبشماركة وكان لقاء قد جمع قيادة اللجنة الفنية العسكرية في العراق وقوات التحالف الدولي بحث خطط ما بعد انسحاب القوات من البلاد وأكد بيان القيادة العمليات المشتركة أنه تم إجلاء أكثر من 2100 شحنة من المعدات العسكرية كما وأشار البيان إلى أن كل من الجانبين جدداء التزامه بالشراكة المستمرة استنادا إلى الدور الاستشاري وغير القتالي وأضح البيان أنه خلال الأشهر الماضية تم تحويل أكثر من 1800 ما بين مدرعات وأسلحة لملكية القوات العراقية الأمر الذي يساهم في تمكينها من حماية المواطنين من خطر داعش هذا واتفق الطرفان على استكمال مناقشة الخطوات المتبقية للانتهاء كلية من انتقال قوات التحالف في الوقت المحدد لها نهاية هذا العام ينضم إلينا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقية دكتور حسين علاوي أهلا بك معنا دكتور حسين يعني دكتور حضرتك حسب معلوماتنا لا وسلم ستة حالو أهلا بك حسب المعلومات حضرتك كنت موجود في اللقاء اللي جمع قيادة اللجنة الفنية العسكرية في العراق وقوات التحالف ماذا جاء في هذا اللقاء على ماذا تم الاتفاق يعني أكيد هذا اللقاء هو نجاح لحكومة السيد الكاظمي فالسيد رئيس وزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي قاد الحوار الاستراتيجي العراق الأمريكي وقد أنهى الجلسة الرابعة قبل أشهر ووصلنا إلى نقطة استراتيجية مهمة هي اجتماعات اللجنة الفنية للوصول إلى التعاهد الذي تعهدت به حكومة السيد بايدن أمام السيد الرئيس وزراء وكذلك أمام الشعب العراقي بانسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي وخصة الولايات المتحدة الأمريكية وبالفعل ما يجري من خلال متابعة قيادة العمليات المشتركة ومثله بنائب قائد العام للقيادة العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري وكذلك اليوم كان حاضر مستشار الأمن القومي الذي كان سيد قاسم العرجي الذي كان مواكب لكل الحوارات الاستراتيجية مع السيد رئيس وزراء وكذلك مع سيد نائب قائد العمليات المشتركة وكذلك بالمقابل من الجانب الأمريكي لاحظنا أن اليوم السيد اللواء جون برنين الذي انخفض التمثيل العسكري في الجلسة السابقة وهو قادة هذه الجلسة وبالتالي هذا تحول كبير في أن يقود جلستين برتبة لواء وهذا دلال على التزام كذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعملية تخفيض القوات والانتقال إلى الدور الغير قتالي سواء من حيث التدريب والمشورة وكذلك التمكين وكذلك بالمقابل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير العلاقات الدفاعية والعودة بها إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهذا نتيجة لتطور قدرات القوات العسكرية العراقية وتطور كذلك إمكانيات وقابليات القوات المسلحة العراقية هل هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها سيتم تنفيذها بسهولة لم تعترضها الميليشيات مثلا باستهدافها لمناطق حساسة ومراكز حساسة سواء كانت تتواجد في القوات الأمريكية أو القوات العراقية أكيد القوات الآن الأمريكية التي هي ضمن البعثة الموجودة للتدريب والاستشارة وتأتي ضمن بعثة التحالف الدولية محمية من قبل القوات العسكرية العراقية وهي موجودة في قاعدتين عسكريتين عراقيتين هما قاعدة الأسد وحرير وكذلك بالمقابل تواجد القوات الاستشارية التي تقدم الاستشارة إلى القوات العراقية في مجال التدريب وتطوير الأسلحة ذات المنشأة الأمريكية وكذلك بالمقابل العمل المشترك بتبادل المعلومات الاستخبارية تجاه فلول التنظيم الأرهابي داعش ومستمر وهناك ضربات جوية من قبل الجانب العراقي وكذلك الجانب الدولي عبر التحالف الدولي إذا أردنا أن نستخدم مواردهم فلستخدمها تحت أمر تقيادة العمليات المشتركة فبالتالي كل الإدارة الآن تدار من قبل الجانب العراقي وكذلك الحماية الأمنية تقدم من قبل الجانب العراقي إلى الجنود الذين هم عملوا ضمن البعثة التحالف الدولي والذي هي محمية من خلال التزامات الحكومة العراقية والعراف والقوانين الدولية نعم طيب دكتور حسين ما الذي يضمن هذه النقاط أساسا سواء كان تواجد القوات الأمريكية للدور غير قتالي وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخباراتية للقوات العراقية هو أمر متفق عليه أساسا من زمان يعني مش أمر جديد وبالرغم من ذلك كانت هناك استهدافات للدبلوماسية الأمريكية في العراق هل تعتقد بأن الأمر أتى بجديد مثلا ليوقف هذه العمليات؟ لا أكيد الآن هناك التزام من قبل الحكومة العراقية وحكومة السيد الكاظمي على وجه الخصوص بأن تنقل العلاقات العراقية الأمريكية من الجانب العسكري الذي ارتكزت عليه على مدد 18 سنة إلى الجانب الشامل وهو يرتكز على الجانب الاقتصادي والسياسي والتعليمي والثقافي والاستثماري ومجال الطاقة وهذه بالتالي المجالات عندما ستتحرك خلال المرحلة المقبلة يكون مرتكزها الأساسي هو الانتقال من الجانب القتالي إلى الجانب التدريبي وهذا ما عمل عليه السيد رئيس وزراء وبالتالي سنعطي دفعة كبيرة وزخم كبير للعلاقات العراقية الأمريكية في المجال الاستراتيجي وهذا التحول هو نتيجة لانتهاء المرحلة الاستراتيجية بالقضاء على التنظيم الإرهابي داعش وهو ما حصل في 2017 وكذلك مرحلة بناء السلام التي امتدت الآن منذ عام 2017 ولغاية هذه اللحظة التي تهتم بها القوات العراقية ببناء قدراتها وإمكانياتها وهذا يحتاج وقت طويل وكذلك برنامج إصلاح القطاع الأمني وتطوير المؤسسة العسكرية العراقية وهذا ما اهتم به السيد رئيس وزراء منذ اليوم الأول لتسنمه لإدارة الحكومة العراقية ولغاية هذه اللحظة نعم البنتاجون قبل قليل صرح وقال وجودنا الأسكري مستمر في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية وذلك طبعا للدعم للقوات الحكومية ولقوات البشمركة لماذا دائما يكون هناك تكرار لمعلومة التواجد الأمريكي هو بدعوة من الحكومة العراقية لأن الحكومة العراقية عبر القائد العام للقوات المسلحة هي المالكة لقرار إدارة السياسة العامة للدولة وبالتالي السياسة العامة للدولة تذهب في أن ترى أن مصلحة العراق هي أولا وهذا بالتالي ما يجعل العراق يهتم من خلال الحكومة العراقية ومن خلال رؤية السيد رئيس وزراء بتطوير العلاقات العراقية الأمريكية من جهة وكذلك الارتكاز على ما يكون هو الاتجاه الرسمي من تصريحات رسمية وكذلك من مسارات وتفاعلات رسمية سواء أنه من خلال السيد رئيس وزراء مكتب سيد رئيس وزراء وكذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وقيادة العمليات المشتركة وكذلك مستشارية الأمن القومي وهذه بالتالي هي المؤسسات التي تتحرك بها الحكومة العراقية للتفاعل مع الجانب الأمريكي بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي تتفاعلها من خلال اتفاقية الإطار الاستراتيجي وهذا حتى أنه ما عرفته الرئاسات الثلاثة في فترة سابقة أن قرار الحرب والسلم هو قرار محصور بالرئاسات الثلاثة وكذلك بالمقابل بالبرلمان العراق دكتور حسين حتى الآن لم يتم هناك تواصل أو اتفاق واضح المعالم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص برنامجها النووي ما الذي يضمن بأنه لا يكون العراق هو ساحة النزاع المستمرة أنه سيبقى كساحة نزاع مستمرة من قبل ميليشيات إيران للمصالح الأمريكية في العراق يعني أنا أتوقع أن السيد الرئيسي وزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي قد نجح خلال الأشهر الماضية ببناء علاقات متميزة وجيدة وخصوصا في عهد السيد الرئيسي حقيقة بين العراق وإيران وتحييد كذلك العراق عن الصراع الأمريكي الإيراني وكذلك بالمقابل حضور الإيرانيين في قمة بغداد أعطى إشارات كبيرة إلى التزام كذلك بالمقابل إيران بالوضع الجديد الذي يتمثل بوجود حكومة سيادية تدير الوضع في العراق وبالتالي التعامل سيتم من خلال الحكومة العراقية وكذلك بالمقابل مباركتهم للانتخابات ونتائجها الانتخابية في وقت مبكر أنا أتوقع يعطي انطباع أنه هناك تغيير كبير في العلاقات وفي البسارات التي تأتي في هذا المجال شكرا جزيلا لك من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي شكرا دكتور إلى لبنان حيث رفض وزير الإعلام طلب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتحكيم ضميره في دعوة غير مباشرة له إلى تقديم استقالته فيما أكد ميقاتي عزم حكومته على استعادة العلاقات مع دول الخليج أكرر بدعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين موكمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها إننا عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخجيج الشقيقة وفق القواعد السليمة ولن نترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل والكباش السياسي وسنسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخزة بما يعيد العلاقة اللبنانية العربية والخليجية بالذات إلى طبيعتها واتهم رئيس الحكومة اللبنانية جهات داخل الحكومة بالتعطيل مضيفا أنه يتفهم خط المعارضة البناء لكن ما لا يمكن تبريره هو التعطيل الداخلي وفق تعبيره أنا بفهم اللي قرروا يبقى خارج الحكومة وهيدا حق وانتهجوا خط المعارضة في منهم البناء واللي أنا بيقب بعين لاعتبار أي ملاحظة بيقلوها لأنه همنا ننقذ البلد بفهمهم وببرر موقفهم ولكن هو الأجدر أنه نوقف عند نهج التفرد والتعطيل التي تعرضت له الحكومة من الداخل واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الاستحقاق الانتخابي سيحدد وجه لبنان الفعلي بعد الأحداث الأخيرة وشددا على ضرورة إجرائه في موعده كمان من مهمتنا إجراء انتخابات نيبية وهيدا هو الاستحقاق أنا باعتقد الأبرز المطلوب منه أنه نعمله بأوقاته الدستورية والقانونية وهو حيحدد توجه البلد الفعلي بعد الأحداث الانطلقت بالـ 17 تشرين أول 2019 كمان لأننا نؤمن نؤمن بأن الإنقاذ منه مسؤولية فردية بل هو مسؤولية كل اللبنانيين أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عن رفض بلاده لأية إساءة للمملكة العربية السعودية والأشقاء في الخليج العربي منوهان إلى أن موقف الحوثيين يعيق الوصول إلى حل للأزمة في اليمن نحن في الأردن كما قلنا دائما نعتبر أمن المملكة العربية السعودية وأمن الخليج العربي جزء أساسي من أمن المملكة ونرفض أي اعتداء على هذا الأمن ونرفض أي إساءة لأشقائنا في السعودية وفي الخليج ومستمرون في العمل معهم ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التقدم باتجاه الحل لهذه الأزمة التي يعيق الوصول إليها موقف الحوثيين الذي لا ينسجم مع كل الطرحات التي تعمل باتجاه حل هذه الأزمة أعلن تحالف دعم الشرعية عن تنفيذ 25 استهدافا لآليات وعناصر الميليشيات في صرواح والجوف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية التحالف أضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات تجاوزت 115 عنصرا قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ أن الحوثيين لم يظهروا التزاما حقيقيا بعملية السلام اليمنية وأضاف في حوار مع الشرق الأوسط أنه ما زال يسمع اليمنيين ينادون بالسلام واستحقون العيش بلا عنف وشدد ليندر كينغ على أن أفضل دور قد تلعبه إيران هو إنهاء تدخلها في اليمن وأوضح ليندر كينغ أن واشنطن تدعم بقوة المبعوث الأممي إلى اليمن لتطوير خريطة طريق لعملية سلام جديدة وأكثر شمولا بقيادة الأمم المتحدة مشيرا إلى أن المبعوث الأممي يسافر ويتعامل مع أطراف مختلفة ويستمع إلى وجهات نظر متنوعة لتحقيق هذا الهدف وعبرا عن تطلعه إلى سماع المزيد عن خريطة الطريق الخاصة بالمبعوث الأممي ويرى المبعوث الأمريكي أن حل الصراع في اليمن سوف يستغرق بعض الوقت وقال إن السلام في اليمن قد لا يكون سهلا لكنه ممكن إلى العناوين مشاهدين أدرا في ختام زيارة إلى طهران دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ إيران لدعم جهود الأمم المتحدة للحل في اليمن المبعوث الأممي أعرب عن قلقه من تصعيد الحوثيين الذي قتل الكثير من المدنيين معتبرا أن التصعيد في اليمن يقوض جهود السلام مشددا على ضرورة وقف التصعيد الحاصل في مأرب جروندبرغ أكد على ضرورة ضمان حرية التنقل والتجارة في اليمن انسجاماً مع إحدى أغنياته الشهيرة درب حلب ومشيته مشى الفنان السوري الكبير صباح فخري على درب حلب لكن محمولاً للمرة الأخيرة قبل أن يوارث ثرى في مسقط رأسه حلب الموت كان غيب صباح فخري أحد أعمدة الطرب العربية عن عمر ناهز 88 عاماً في دمشق يوم الثلاثاء ونقل جثمانه من مشفى الشامي في دمشق إلى حلب إلى العنوين وساطة الجنوب تعلن تواصل الاتفاق بين الأطراف السودانية وترقب الإطلاق المعتقلين موقع تعقب يفضح زيف الرواية الإيرانية حول ناقلة الفيتنامية ويكشف رفض الصين لنقل نفتها إلى اللقاء اشتركوا في القناة